بدايةً كده أحلى حاجة في الفيلم إنه عن قصة حقيقية وإنتوا عارفين أنا أعز الكصص الحقيقية جداً لأنها بتقدر تعيشنا في تفاصيل الحدوطة أكتر وبيتكون أحداثها منطقية ولو مش منطقية بتكون مبهرة لأنك بتبعرف إنها عصنت في الحقيقة بيبدأ الفيلم بألكس اللي بيحكي حكايته من وهو صغير لحد ما كبر بينشوف ألكس مع أهله وهم بيهاجروا من أوكرانيا لكندا بس طبعاً ما بيقعدوش في مدينة في كندا ولكنهم بيقعدوا في بلدة صغيرة تستحمل ظروفهم كأي مهاجرين بينقلوا حياتهم كلها لمكان جديد الظروف بداية حياة ألكس ما كانتش أحسن حاجة خصوصاً إن مامتو بس اللي قدرت تشتغل في بنك لكن بابا ما كانش عنده قبول للاف لله كده في أي حتة بيروحها فقرر يرتاح والست هي اللي تصرف أما ألكس فكان وحيد ملوش صحوب ولا جيران ولا معارف فكانت وسيلة طرفيه الوحيدة هي كمبيوتر مامتو طول ما مامتو مش بتشتغل هو قاعد على الكمبيوتر بيلعب وبيكتشف كل الخبايا وأصراره ومع دخول النت للبيوت بدأت إمكانيات ألكس التكنولوجية تتطور أكتر وأكتر وبقى مثله الأعلى هو ستيف جوبز وبيل جيتس ألكس طفل بعقلية شاب بطموح وناجح وقرر إنه مش هيستسلم للفقر وهيجمع فلوس من دلوقتي لحد ما يكبر عشان يقدر يدخل الجامعة لنفسه فيها وفعلاً قدر من خلال النت يشتغل ويكسب فلوس بداية شغله كانت شوية كليكات كل ما يدوس كليكات أكتر كل ما يكسب أكتر وعلى قد ما تبدو شغلانة مملة إلا إنه قدر يكسب منها فلوس وفرحته بأول قرش كسبه من تعبه مش مصروف من أهله خلاه يكمل أكتر وبدأ يخبل فلوس اللي بيكسبها في كيسة الكمبيوتر عشان أهله وخصوصاً بابا ما ياخدهمش وبتعدي الأيام وقالكس كل يوم بيكبر أكتر وبيحوش فلوس أكتر لحد ما بيجي يوم بيلاقي مامته بتعيط ولما بيسألها عن السبب بيعرف إنها ترفضت من شغلها وبالتالي بيتهم ممكن يخسروه لو ما دفعوش الإيجار وهنا بتظهر رجولة أليكس اللي بيكرر يضحي بتحوشة سنين طفولته ويديها لمامته اللي بتتفاجئ لما بتشوف المبلغ اللي محوشه وبيفهمها إنه مش سارق ولا حاجة وإنه جايبه بتاع ابو شغله بيصعب عليها تضيع عليه حلم الجامعة لكن هو بيصمم إن مامته تاخد الفلوس وتسد زنقة البيت وبيوعدها إنه هيعرف يجمع غيرهم زي ما قدر يجمع قبل كده طبعاً ده كلام كان بيقوله لكن الحقيقة إنه حاسس إن الموضوع صعب خصوصاً إن دي تحوشت أكتر من أربع سنين وبيكرر يدخل عالم النت أكتر وأكتر ويدور على أي شغلانات أونلاين تقدر تكسبه فلوس بطريقة سريعة لكن ما بيلاقيش حاجة بالسهولة دي وفي يوم بيتكابل في التلفزيون على خبر عن استيلاء مجموعة نصبين بيحتالوا على البنوك وغيرها من أعمال النصب ومحدش بيوصل لهم والمجموعة دي اسمها الدارك ويب وزعيمهم اسمه زاد وده متهرب كبير وزي الخيال ملوش مسكة الكلام في وقتها مش بيعلق قوي مع أليكس لكن زنقته في الفلوس بتخليه فكر وبيكرر يدخل على الدارك ويب والدخول بيبى سهل لكن إنه يبى واحد منهم هو ده اللي صعب وبيتقلوا إن لو حابب ينضم ليهم لازم يعمل حاجة شمال أو خارجة عن القانون عشان يثبت لهم ولايقوه وأليكس ما بيتوصاش بيكون عارف إن في زميل ليه في المدرسة غلص ومتكبر ومغفل فبيكرر ينصب عليه وبيرمي في طريقه ويب سايت لصابل منس الجيم وبيكرر زميله فعلا إنه يشتريها وبيدخل كريدت كارد بابا وطبعا وقتها الكريدت كارد بتكون تحت أمر أليكس اللي بيسلمها للدارك ويب ووقتها بيبى واحد منهم لكنه لسه في المستوى الأول واللي اسمه جندي بيتواصل معاه من الدارك ويب راجل اسمه روسفيلت وبيكون هو البوص بتاعه بيديله التعليمات وبتكون مهمة أليكس إنه يبيع الحاجات اللي روسفيلت بيبعتها له وفعلا بيقدر أليكس يباعها وفي خلال شهر واحد بيجمع نفس المبلغ اللي جمعه فاربع سنين قبل كده بيعجب أليكس بالمجال ده والفلوس السهلة بيتمزجه وبيقرر يندمج أكتر وأكتر في الدارك وي وبيجي وقت جمعاته فبيسافر للمدينة وبيسيب أهله وبيوعدهم إنه هيبعت لهم فلوس كل شهر لكن طبعا المدينة وضعها غير البلد الصغيرة اللي هو فيها عالم أوسع وناسها أنصح مش مغفلين زي بلده وفعلا هناك بيبدأ يضرب كريدت كاردز ويشتري بيها حاجات غالية جدا ويحاول يباعها للناس في الحقيقة وبكده يكسب فلوس لكن الوضع ما كانش بالسهولة دي كان مع ألكس مجموعة ساعات غالية جدا بدأ يلف بيهم على محلات كتير لكن محدش باعها له وكل محل يدخلوا بيشك إن ألكس سرقهم وبيطلب منه إثبات شخصية وفاتورة واللي فيها الكريدت كارد اللي سرقها فطبعا وقتها ألكس بيخلع ومش بيبيع وبنلاحظ إن في واحد ماشي وراته للوقت وبيرقبه وهو بيحاول يبيع الساعات ولما بيحس بالإحباط وبيستسلم بيتكلم مع الراجل ده واللي بيكون اسمه ساي وبيقوله إنه يقدر يبع له الساعات اللي معاه مقابل نسبة 30% بيتردد ألكس في البداية لكنه بيوافق وبياخد ساي الساعات وبيدخل نفس المحل اللي رفض يشتري من ألكس وبنتفجئ إنه سيقدر يبعها في دقيقتين وبسعر أعلى من اللي ألكس طلبه ومن هنا بتبدأ صداقتهم وبيبق ألكس المخ وساي العضلات ألكس بيخطط ويسرق بطاقات بنكية وحسابات ويشتري أونلاين ويسيب علاقاته الكتيرة بيقدر يسوق ويبيع وبيقسموا الربح بابنهم وقتها بيحس ألكس إن كار التعليم مش كاره والجمعة مش سكته وبيكرر يتفرغ للنصب وفي الوقت ده بيكون ألكس لسه عضو في الدارك ويب وكل يوم انبهاره بيزيد بزيد زعيم العصابة بسبب العمليات الجمدة اللي بيقوم بيها واللي بيستهدف بيها ناس فزدة وكأنه بينتقم من العالم وبيكون زيد بالنسبة لألكس مسأل أعلى وبيحاول ألكس يوصله بكل الطرق ولكنه عارف إنه عمره ما هيعرف يوصله إلا لو قام بعملية كبيرة تلفت نظر زيدلي فبيكرر إنه يوصل لمعلومات وحسابات الشخصيات المهمة في البنوك وفي نفس الوقت طبعا بيكونوا فزدين واللي بيساعده في ده علاقات ساي اللي فعلا بيقدر يجمع له حساباتهم وقسميهم وبيوصل لكريدت كارد الراجل مهم جدا نسيها في صهرات والبنت اللي كانت صهرانة معاه تعرف ساي فدت له الكريدت كارد وبيقول ألكس ساي إنه ده من البطاقات البنكية مش بيكون لي حد في الفلوس يعني unlimited اسرف بقى يا معلم زي ما تحب وده معناه إن فلوس الراجل ده ملهاش أول من آخر بس رغم قوة البطاقة دي إلا إنها خطر جدا لو استخدموها هيتجابوا على طول وهيروحوا في دعية لكن ساي كان قلبه ميت وبيطلب من ألكس يجازفه ويدخلوا البنك يسحبوا بيها الفلوس لمرة واحدة ولو نجحوا مش هيقرروا التجربة مرة تانية ولأن ألكس صايع بيكرر يجرب البطاقة الأول في شراء أغنية أونلاين بحس لو لقاها مش شغالة يبقى صاحبها وقفها وبلغ عن فقدها ولو شغالة يبقى تمام يقدروا يسحبوا بيها ويبقى صاحبها لسه ما حسش أنه نضيعها وفعلا بيعملوا ده وبينجحوا ومن هنا بيبقى معهم فلوس كتير جدا وفي يوم بيعرف ألكس من الدارك ويبقى أهم البنوك اللي نظامها الأمن واقع وبيلاقي أن من دمناها هو البنك اللي مامته كانت بتشتغل فيه ورفدها وطبعا بيقرر ينتئم منهم وبيكون هدفه المراضي الأول مرة هو وساي هدف انتقعه بي مش مادة وفعلا بيتنكر وبيروح يعمل نفسه ويفتح حساب بيشغل الموظفة وبيركب فلاشة في جهازها يدرب لهم بالسيستم ولما السيستم بيقع بيقوم يمشي بس اللعبته بيتم اكتشافها قبل ما يتحرك والأمن بيجروا عراه وبيمسكوه وبيسلموه لمدير الأمن ساي بيشوف صاحبه بيتمسك فبيجري عليه وبيقرر ينعيش عيشة فل ينموت احنا الكل لكن مدير الأمن بيطلب منه يمشي لأن مشكلته مع أليكس الوحده وبيبدأ مدير الأمن يهدده إنه لو ما قالوش هدفه ومعلوماته الشخصية هيبلغ غير البوليس وساعتها هيتسجن مش أقل من خمس سنين فبيقرر أليكس يستخدم زكائه ويقوله إنها كانت مجرد لعبة وإنه حريث كمبيوتر وبيقترح عليه إنه يقدر يأمن لهم النظام بتاعهم بدل ما هو مشعل الكل كده وهيقدم لهم خدمة الأمان دي كخدمة مجانية مقابل إنه ما يبلغش عنه ومدير الأمن بيوافق أليكس على اقتراحه وبكده بيقدر يمشي من غير شوشرة وخطوة إن أليكس يوقع سيستب بنك كامل كانت خطوة كبيرة وانتشرت جدا في الدارك ويب ومن هنا كانت المرة الأولى اللي يزدي يتلفت نظره لأليكس ويعمل له أحلى لايك وده كان حلم كبير بالنسبة لأليكس فما تنسوش يا أفندية تعملولي أنا كمان لايك وإنتوا شايفين إحنا بنتعب ومدلعينكوا قد إيه المهم ساي بيقرر يحتفل بأليكس بطريقته وبيدخل على أتكاونت أليكس على الدارك ويب وبيرد على الهاكرز المعجبين بأليكس ويختار منهم واحدة بنت حلوة اسمها كيرة كانت بعتاله بيتكلم معاها وبيزبط لها معاد مع أليكس وبينصحه يخرج ويستمتع معاها كنوع من أنواع الاحتفال وفعلا بيروح أليكس وبيلاقيها بنت تقيلة ونصحة وزكاية مش بتقول معلومات شخصية عنها في حين أن أليكس عادي حكي لها قصة حياته من أول نظرة وحياة أهل وهجرتهم وهناك وهو معاها بيتصل بي ساي وبيقترح عليه يضم البنت دي لفريقهم بحيث يوسعوا شغلهم أكتر بما أنها هي كمان من الداركوبي يعني وواضح أن من البروفيل بتاعها أنها مسيطرة وشطرة بيقترح عليها أليكس الفكرة دي وبيكتشف أنها أصلا كانت نزلت قبله عشان تقترح عليه نفس الإقتراح وبكده بيتحول الديت لشغل وبيبقى أليكس وساي وكيرة تيم واحد والشغل وقتها بيزيد وبيزيد أكتر وده لأن علاقات كيرة طلعت أكتر وأقوى بكتير من علاقات ساي وبتقدر تبيع كميات كبيرة والناس كتير ساعتها بيستغرب ساي من سيطرتها وبيسأل أليكس عن سبب انضمامها ليهم رغم أنها مسيطرة لوحدها أما أليكس مش بيكون عنده إجابة لكنه بيبقى متطمن لها بعكس ساي اللي بيكون متحفز لكيرة وبيشوف أليكس أن سر تحفز ساي لكيرة هو غير طمينها لأنه كان دايما هو الطرف اللي بينفذ ودلوقتي كيرة بقت بتعمل الحكتين بتخطط وتنفذ كيرة مش بس بتكمل على نظامهم القديم دي كمان بتدخل لهم مكينة طبع بطاقات بنكية شغل نصب فخر من الآخر وبيلاحظ ساي في مرة وهو نايف أن كيرة بتتكلم مع أليكس وبتقترح عليه سفر وهي وهو لهونج كونج وبتقوله أن هناك مجالهم واسع وهيقدروا ينجحوا أكتر ويخلوا ساي هنا ينفذ لهم العمليات اللي في كندا زي كده ما اليوتيوبرز بيروحوا دبي عشان ده ملتقى الانفلونسرز فواضح أن هونج كونج ملتقى الهاكرز لكن أليكس بيطلع صاحب صاحبه وبيقولها أنه لا يمكن يسيب ساي لوحده ومش هيتخلى عنه أبدا بيسمع ساي الكلام ده فبيتطمن لأليكس لكن قلقه بيزيد من ناحية كيرة عشان كده في عملية من العمليات الكبيرة واللي كانوا بيبيعوا فيها شحنة كبيرة جدا بيدخل ساي في الديل اللي مفروض تنفزه كيرة لوحدها وبيعوك الدنيا وبيتخانق مع الناس وبيتفاجئ برد فعلهم لما بيلاقيهم بيرفعوا عليهم السلاح وبيهددوهم وقتها لما بيرجعوا بيعرف ساي من كيرة أنه دول عصوبة كبيرة وبيحس أنها بتورطهم ولما بيلاقوا في نفس الوقت البوليس جاء وبيلفت حوالين المقتورة اللي فيها الشحنة بيحسوا أنهم راحوا في دهية لكن عربية البوليس بتمشي وزاعتها بيشوفوا أن لسه قدامهم فرصة يهربوا وقتها بيقترح عليهم ساي أنهم يهربوا على هونج كونج طبعا كيرة بتستغرب وبتفهم أنه أكيد سمعها قبل كده بس فعلا ما بيكونش في حل تاني وبيسافروا لهونج كونج وكلام كيرة بيكون صح وبيقدروا يتوسعوا بشغلهم وبيقرروا يستمتعوا بكمية الفلوس الكتير اللي معاهم وبيعيشوا عيشة مرفهة جدا بس في نصبايا من النصبيات بيدفع أليكس ببطاقة بنكية من غير ما يجربها أونلاين الأول وبيظهر للمحل أن البطاقة دي مفقودة من صاحبها ولازم يقبضوا على اللي بيستخدمها بس في لحظة بيقدروا يهربوا منهم وبيفيتوا بقى عجوبة وبيحس أليكس أن الحياة بقت مملة وكل يوم زي اللي قابله نصب في نصب والفلوس بقت تحت رجلهم في كل وقت وأي مكان وما بقاش في دافع بيحرقه ولا شغف بيسيطر عليه عشان كده بيكون هدفه أنه يشوف عملية كبيرة فيها تخطيط وزكاء وشغلة عالي يلفت نظر زيت بيه ويمكن وقتها يحس أن اللي بيعمله للازمة طبعاً كلام أليكس واجتراحاته ما جاتش سكة مع ساي اللي بالنسب له مدم معنا فلوس يبقى الدنيا فل بقى لشغف بلدياولو وفعلاً بيقول لهم ساي أن النهار دا عيد ميلاده وبيطلب منهم يفكوهم بقى من الخطط بتاعتهم ويخرجوا يصهروا ويحتفلوا بيه وهناك في الكلاب اللي بيصهروا فيه بيرقوا الساي مع بنت كانت جاية مع راجل تاني وده بيخل الراجل يتخانق معاه وهوب بتقوم خناءة كبيرة بيتدخل فيها أليكس واللي بتنتهي أنهم بيترموا في الحبس طبعاً أنهم يترموا في الحبس كانت خطوة فيها ريسك جبير لأنهم أصلاً دخلين لبلد بأسماء وجوازات سفر مزورة بيتشدوا اليوم واحد وبعدين بيخرجوا منها وتاني يوم بيكرر ساي صالح أليكس وكيرة فبيعمل إيه؟ بيروح يعمل عملية لوحده يشتري حاجات أونلاين ويباعها وبيرجع بفلوس كتير يديها لهم كنوع من أنواع المصلحة يا سلام عليك بيتبسط أليكس في البداية لكن لما بيعرف أن ساي استخدم البطاقة البنكية المفتوحة اللي ملهاش حد اللي أخدوها في كندا وقتها بيعرف أن ساي ودهم في 60 دعية وده لأنه أكيد صاحبها يتتبعهم وهيقدر يوصل لهم وأن اتفاقهم كان يستخدموها مرة واحدة وبس بينفعل عليه أليكس وبيطلب من ساي أنسحب من التيم بتاعهم ويسيب هونج كونج ويرجع كندا وأنه مش عاوز يشتغل معه تاني بيتضيق ساي لكن ما بيباش قدامه حل غير أنه يمشي وفعلا بيلم حكته وبيمشي وبعدها بيكرر أليكس يركز أنه يعمل عملية كبيرة هو وكيرة تلفت نظر زيد ليهم وفعلا بيخططوا لسرقة كل الأتيمز الموجودة في البلد وبيقدروا ينجحوا في ده وبيعلن الدارك ويب أنه وراء العملية دي في كل محطات التلفزيون والموضوع تبيكون كارثة كبيرة للبنوك والاقتصاد وهفكركم تاني أنها كصة حقيقية عشان لو فكرين أنها وسعت من دماغ المؤلف وطبعا وقتها بيرقي زيد أليكس وبيعينه الرئيس المباشر اللي تحته وهنا بيطلب منه أليكس أنه يقابله بيقوله زيد أنه ده شيء مستحيل لكن أليكس بيصممه وبيقوله أنه عنده فكرة هتحقق لهم مليارات وقتها بيخلي زيد حد يتواصل مع أليكس وكيرة ويجيبهم لحد عنده وهو كمان بيكون متواجد في هونج كونج المفاجأ أنه بيلاقيه حد متقاعد ووضح أنه وشه تعرض للحروق وليه ظروف صحية خاصة لكن كل ده ما أثرش على دماغه السام بيعرض أليكس على زيد فكرته وزيد بيقوله أنه هيدعمه بكل اللي يحتاجه لكن النتيجة الوحيدة اللي هيقبلها هي النجاح وفي حالة الفشل هيقتل أليكس وكيرة وأهلهم وصحبهم واللي يتشدد لهم كان كرار صعب وخطوة لازم يتحسب لها كويس لكن طبعا أليكس روح المغامرة عنده عالية وقبل التحدي وبعد ما خلص مقابلته مع زيد بيلاقي بويس نوت من ساي بيعتذر له فيها وبيقوله أنه راجع نفسه وأنه حابب ياخد فرصة تانية معاهم يثبت حسن نيته ويسمحه بيتبسط أليكس وكيرة لأنهم فعلا بيحبوا ساي لكن ما بيحبوش تهوره بس المفاجأة أنهم لما بيرجعوا البيت بيلاقوا ساي مقتول وبيكونوا اللي قتلوه هم رجالة صاحب البطاقة البنكية المفتوحة بيطلع أليكس الغضب وحزنه في العملية اللي بيقوم بيها مع زيد واللي بتكون خطتهم أن شخص هيمثل أنه رئيس الاحتياط الفيدرالي وهيقتله وبكده الاقتصاد والبورسة هيتأثره وهتم عمليات معينة على أثر العملية دي وفعلا خطتهم بتنجح والناس كلها بتتوهب أن رئيس الاحتياط الفيدرالي تقتل بس ما بيلحقش أليكس يستمتع بنجاحه لأنه بيتخطف في العزتها ومش بنعرف مين اللي خطفينه إذا كانت حكومة ولا رجالة زيد لكنه لما بيفوق وبيخرجوه مش بيعرف يوصل لكيرة فبيكرر يروح تايلاند لأن ده المكان اللي هي قالت له أنها حابة تعتزل وتعيش فيه في هدوء وسلام وكان متأكد أنه هيلاقيها هناك حاول ليستنها كتير في المكان اللي قالت عليه بس ما كانش لها أي أثر وفي يوم قرر يروح سايبر واستخدم بطاقة بنكية طلع متبلغ عنها وقبل ما يعرف أن البطاقة متبلغ عنها وأن الموظفة اتصلت بيت بوليس يقبض عليه قدر أليكس يدخل على النت واكتشف من الأخبار أنه تم القبضة على زيده وكل رجالته وأن في مدهمة مع الحكومة اتقتلت كيرة اتصدم أليكس واتكسر وفي اللحظة دي جي البوليس وقبض عليه وفدل قاعد في السجن سنتين حاول فيهم ينتحر لكن كل محاولاته فشلت وحس أنه ضمر حياته بنفسه وخسر كل الناس اللي بيحبوهم ساي وكيرة ومامت وبابا وفجأة بعد سنتين كاملين تم الإفراج عنه مع العلم أنه أصلا متواجد بهواية مزيفة وما يعرفوش أنه كان عضو في الدارك ويب أول ما بيخرج أليكس بيكون متكرر هيبدأ حياة جديدة بس بيتفاجئ لما بيلاقي كيرة قدامه وبتبدأ تحكيله أن دي كلها كانت خطة مع الحكومة عاملاها وأنها زمان كان معبود عليها وعشان تخرج إدوها فرصة تستخدم معرفتها التكنولوجية وتوقع لهم زد واللي اتفق معاها على كل ده هو نفسه مدير أمن البنك اللي مسك أليكس زمان ومثل عليه أنه مدير أمن البنك لكنه في الحقيقة بوليس وهو اللي زق كيرة عليه لأنه عارف أن إمكانيات أليكس كبيرة وفعلا خطتهم نجحت وبكده بياخد أليكس فرصة جديدة للحياة واللي بيختار يعيشها المرة دي على نظافة وسؤالي هنا ليكو يا أفندية الفيلم ده بيفكركم بمود مسلسل مصري نجح جدا من كم سنة تفتكروا هو إيه؟ الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعاليفي وتعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة